بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا وسهلا بحضراتكم على قناة اشرف القادي ان شاء الله النهاردة هنتكلم عن نصائح ذهبية قبل شراء الشاشة الزكرية قبل ما تشتري الشاشة دايما فيه ناس كتير بيبقى كل همهم انا عايز اشتري الشاشة بمبلغ معين بس مش عارف يشتري ايه مش عارف ان هو ايه المتاح ليه ايه الافضل قبل الشراء يفكر فيه اه ناس كتير بتنزل تتصدم انها بتشتري اول شاشة تقبلها او اول شاشة بيقنعها بيها يعني يقنعك بيها السلزل اللي واقف بيبيع منذوب المبيعات اللي في واقف في المعرض او في متجر الشركة بيديك الانطباع ان الشاشة اللي هو واقف قصادها دي افضل شاشة في العالم طبعا هو بالنسباله هي افضل شاشة في العالم لانه هو بيبيعها ولازم يعمل تارجت بتاع البيع وربنا يسهل الجميع لكن هل هي أفضل شاشة في العالم هل في أفضل منها هل هي أسوأ شاشة في العالم كل ده بيعتمد على أمور كتير جدا لكن قبل ما نتطرق للمواضيع ديت ونفهم إحنا هنشتري الشاشة إزاي أول حاجة عشان تبدأ تشتري شاشة لازم يبقى عندك اختيار جيد للمركة اختيار جيد للمركة اللي أنت هتشتريها وبيستحسن طبعا أنك تشتري من شاشة من شركة ليها سمعة كويسة في السوق زي الشاشات البرندات المعروفة ما ينفعش أن أنا أروح ألاقي عرض في أحد المولات على شاشة أول مرة أسمع عنها في حياتي وكل اللي عجبني فيها أن الشاشة ديت 50 بوصة سمارت أندرويد 4K معالج مش عارف إيه وفي الآخر أنا معرفش اسمها أول مرة أسمع اسمها النهاردة بس أنا هشتريها عشان هي عاملة 4500 جنيه مثلا وهي 50 بوصة طبعا 4K فبالتالي ده سعر يعتبر خرافي لأن لو أنا هشتريها من برند أو مركة معروفة زي سامسونج LG سوني توشيبة تورنيدو حتى جاك هتعدي الستة والسبعة والتمن تلاف جنيه وكمان ممكن تخش في تسعة تلاف جنيه فبالتالي أنا مش معنى أن أنا هشتري إمكانيات عالية وإسم غير معروف يبقى أنا كده اشتريت صح لأ أنت كده ما اشتريتش صح الأفضل اشتري مركة تكون معروفة لأن كمان أنا لما بشتري من مركة معروفة بيبقى معروفة أن المركة دي ليها ضمان ليها صيانة حقيقية وده الفرق الجوهاري في الشراء قبل ما انزل اشتري الشاشة طبعا من الأفضل لو هشتري شاشة لمركة معروفة أن هنزل اشتري من المتجر الخاص بالشركة يعني LG عندها متاجر خاصة في كذا مكان وفروع معتمدة يعني حتى لو مش مركز خاص بها للبيع لأ بروح على فرع معتمد للشركة وممكن بسهولة جدا بتصل على الرقم بتاع الشركة وهم يقولوا لي أقرب فرع اللي هي بنزل اشتري منه ده أولا طيب أنا مش عايز اشتري من فرع أنا عايز اشتري من مول المول بيعمل عروض أكتر من فرع وده حقيقي حقيقي جدا يا جماعة حتة دي حتة دي مهمة جدا دايما فرع الشركة أو متجر الشركة اللي بيبيع الشاشة بيبيعها أغلى من الفروع والمعارض الخارجية العادية يعني لو رحت معرض عادي أو نزلت حتى شارع بعزيز أو وسط البلد هتلاقي إن المعارض بتبيع أرخص من فرع المعتمد أو الفرع الضماني الأصلي بتاع الشركة طيب إيه السر؟ السر ده بلنا طبعا إن هو اللي بيشتري يعني بيشتري كميات من الشاشات عدد لمحدود عكس أنت بتروح تشتري شاشة واحدة من فرع الشركة فرع الشركة بيبيع بيبيع لك على أساس أن أنت بيشتري أطاعي زيك زي أي حد بره لكن اللي بيبيع بره وفرع كبير ومعاه وكالة من الشركة بيبقى واخد تسهيلات كتيرة جدا في الدفع فبالتالي بينزل في سعر المنتج ما علينا المهم يعني إحنا دلوقتي هنتكلم برضو عن الشاشات نرجع تاني للشاشات دايما أشتري فترة الضمان دايما أشتري المركة المعروفة حتى لو مركة مش مسمعة قوي بس ليها اسم موجود ده برضو بيفرق كتير لكن ما ينفعش أنزل اشتري مركة مجهولة أول مرة أسمع عنها علشان بس السعر الرخيص ما ينفعش آآ بعد كده جماعة بالنسبة للشاشة آآ طبعا أهم حاجة بالنسبة للشاشات كل واحد حسب استخدامه يعني في ناس بتبقى تحب تتفرج عن طريقات رياضية عايزة زمن استجابة سريع بالنسبة للشاشة في ناس بتحب إنها آآ تلعب ألعاب بتبقى عايزة بتاع الشاشة أو معدل تحديث الصورة يكون سريع آآ عالي لأنه كلما زاد معدل تجديد أو تحديث الصورة كان أفضل للشاشة في الأداء خصوصا للناس اللي هم بيهتموا بالألعاب والجرافيك أي شغل عليه ألعاب والجرافيك بيدور دايما بيدور على معدل التحديث أو بتاع الشاشة عشان ما يحصلش أي تكسير أو تقطيع في الصورة بمعدل دايما بما بين ستين هيرتز لميت هيرتز أو مية وعشرين هيرتز كمان كلما بيه على الهيرتز بتاع معدل التباية وبتاع الشاشة كلما كان أفضل في المستقبل للجيمينج والجرافيكس وحتى المشاهدة العادية طيب بالنسبة للشاشات برضو يا جماعة في حاجة في الشاشة اسمها الكنتراست ريتو داي جماعة آآ بيبقى هو الفرق بين نسبة اللون اللي سود وبين اللون اللي بيض الصاطع والحالك في نفس الوقت لأن الاختبارات الألون الطبيعية اللي بين النقطتين دولة أو بين اللونين دولة هما اللي بيدونا الصطوع الحقيقي للشاشة اللي انت من الصعب ان انت تحدده دون معرفة الكنتراست ريتو ناس كتير مش بتعرف الكنتراست ريتو دوت موجود في الشاشة فين أو هو عبارة عن ايه لكن دايما الشاشات اللي معالج الخاص بيها بيكون في خواص الاتش دي ار بيكون في الكنتراست ريتو عالي لما يكون الشاشة بتحتوي على خواص الاتش دي ار بقى تن برو تن بلاس آآ او حتى وبعد كده في الدول بكمان ده كله بيفرق معك في الشاشة جدا آآ برضو بيتفضل طبعا يعني يفضل دايما قبل شراء الشاشة ان انت بتشتري شاشة بتعتمد على الوايد سكرين او الوايد انجل او مشاهدة الواسعة او زاوية الرؤية الواسعة في الشاشة آآ لان مجال الحركة العريض للعين بيكون اوسع دايما من مجال الحركة الطولية فطبعا انت بتعتمد على الرؤية العرضية مش الطولية بالنسبة للشاشة في الغالب دايما آآ الشاشات طبعا نسبة العرض فيها دايما ستاشر لتسعة دي نسبة عالمية يا جماعة عشان تقدر تعرض افلام الديفيدي وبيديك مساحة اكبر عشان يقدر يعرض لك تطبيقات يعرض لك خط جانيبي مسودة جانبية عشان يقدر يديك امكانيات عالية للناس محترفة التصميم كمان وبيوفر لك امكانيات وضع ترتيب الادوات لجانب الشاشة كل دوت بالنسبة للمنيو اللي بيبقى على عرض الصورة فده كله بيكون مهم جدا انك دايما لما تجيب شاشة بتكون فيها زاوية الموجودة زاوية الرؤية الواسعة متوفرة طيب عندنا بعد كده يا جماعة الشاشة لازم افكر ان انا اشتريها يكون متوفر فيها مداخل ومخارج كتير يعني انا عايز اتنين تلاتة اربعة في شاشات فيها اربعة اتش دي ام اي ونوع الاتش دي ام اي في تو بوينت زيرو في تو بوينت ون في وان بوينت ايت تقريبا ففي حاجات كده ايه كل طبعا ما الرقم بيعلى بتاع مدخل الاتش دي ام اي كل ما يكون افضل والاعلى حالين على مستوى العالم هو الموجود اللي هو بيشغل لنا جميع العاب العالم حالين على البي اس فايف وعلى اا اكس بوكس عشرين واحد وعشرين طيب المداخل عندنا كل ما المداخل تزيد دورت الشاشة يكون فيها تلاتة مدخل اتش دي ام اي بازال فول اا عندك مداخل مش وحش بيبقى برضو مطالب بعض الاوقات انك عايز مدخل اي في مداخل اليو اس بي طبعا كل ما بتزيد في الشاشة كل ما بتكون افضل مدخل اليو اس بي وحاليا اعلى حاجة بالنسبة لليو اس بي ليه الفتحة او السوكت الازرق الجديد بتاع اليو اس بي اللي هو السري بوينت زيرو ده اعلى حاجة على مستوى العالم حاليا وفي نفس الوقت بيبقى اسرع في نقل التطبيقات او عرض الداتا الموجود على الفلاشة على الشاشة بصورة سريعة جدا الحاجات دي يا جماعة وطبعا في ناس برضو بتدور على شاشات بيكون فيها مدخل الفيجا علشان انا عايز اوصل كابل الشاشة بتاع الكيسة بتاعتي بوصل بس طبعا دلوقتي اصبح قديم ففي الغالب اغلب الشاشات دلوقتي او اغلب الكيسات او الكمبيوتر او اصبح بيشتغل عن طريق الاتش دي ام اي يعني انت ممكن توصل اتش دي ام اي واحد برسيفر اتش دي ام اي تو بي لابتوب اتش دي ام اي سري بجهاز العاب عندك بي اس مسلا وهكزا كل ده يا جماعة بيفرق اثناء شراك في ناس بقى ما عندهاش الكلام ده مهم نهائي جدا لان انا برضو ناس الوقتي وانا بتكلم عارف بيقولوا نفسهم الكلام ده كله ما يهمناش احنا اللي يهمنا حاجة واحدة احنا عايزين نشوف صوت عايزين نشوف صورة وزي الفل انا معاكم عايز نشوف صوت عايز نشوف صورة هات شاشة اتش دي زي الفل كده بس هاتها برضو مش مشكلة يعني ماركة تكون ماركة معروفة عايز تجيب صوت وصورة شاشة كويسة ابقى ادور واستقصى عن الشاشة عادية حتى بدقة او فول اتش دي واشتريها صوت وصورة زي الفل والدنيا تمام برضو مصطر خصشي مش عشان انا عايز اشوف صوت وصورة بس اروح اشتري شاشة مجهولة واقولها هي هتجيب لي صوت وصورة ممكن بعد اسبوع توقف منك مش هتلاقي لها ضمان عدل مش هتلاقي لها صيانة عدلة مش هتلاقي لها قطع غيار عكس لما تكون حتى الشاشة اللي انت جايبها ماركة كويسة اسمها معروف كترنيدو كشاشات حتى جاك شاشات ايتي ايه الشاشات الرخيصة بس معروفة السيمفوني الالترا اه بعد كده طبعا هتطلع بالسقف شوية تطلع لتوشيبة تطلع لتورنيدو بتاعنا هتطلع لالجي السوني السامسونج كل دوت بالتدرجات كده من اسفل لاعلى المهم عندي ان انا اجيب شاشة اكون اسمها معروف في السوق وفي نفس الوقت عندي خلفية اه يعني ان انا ممكن الاقي في لها ضمان الاقي لها صيانة ده مهم جدا 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 طبعا اهم حاجة جماعة بالنسبة للشاشات قبل الشراء الشاشة تكون مناسبة لاستخدامي المناسبة لاستخدامي بمعنى ان انا بشتري الشاشة وانا عارف انا هستخدمها في ايه مش ان انا هجيب شاشة وبعد كده هروح ادور مسلا هجيب بلاي ستيشن فايف وانا جايب شاشة اتش دي عادية واجيب بلاي ستيشن فايف عجل شغاله عليها هقول لا هنا بقى الشاشة هيحصل تقطيع هيحصل تكسيري الشاشة مش هتديني انطباعي ان انا بلعب بلاي ستيشن فايف خالص عليها اه اجيب مسلا جهاز اندرويد فور كي مثلا روسيفر فور كي وعايز اشغاله على الشاشة العادية طبعا شاشة صورة الفور كي مش هتظهر قدامي على القنوات الفور كي هتظهر صورة سيئة جدا لو فتحت معي الصورة هتلاقصها يعني صورة غمقة اه مش مريحة خالص للعين وارجع عندما وقول يا ريتني كنت جبت الاعلى كنت جبت الفور كي كنت جبت الحاجة اللي هي فيها امكانيات اعلى عشان اقدر استفيد بالاستفادة ديت ففي حاجات كتير لما بشتريها رخيصة اه باعتبر ان انا كسبت لا انت ما كسبتش انت خسرت لما بتشتري الحاجة رخيصة وفاكر ان انت وفرت فلوس مع الوقت الفلوس اللي انت وفرتها دي هتلاقي نفسك بتصرفها تاني في حاجة اغلى. في مسلا بيقول والمسلا ده انا معرفوش حقيقة ولا لأ بس انا شايفه حقيقي. في مسلا بيقول دايما الغالي رخيص. اه الغالي رخيص. لان انا لما بشتري حاجة غالية مع الزمن مش بتكلفني صيانة مش بتكلفني ضمان مش بتكلفني ان انا كل شوية عاز اصيين فيها عاز اتفع عليها فلوس لان انا خلاص جبت حاجة نظيفة. عكس ان انا اشتريت شاشة رخيصة كل شوية بوز مني اخدها صلحها وارجحها اخدها صلحها وارجحها. مع الوقت لقيت نفسي ان انا دفعت تستمن الشاشة الغالية اللي انا وفرتها مرتين تلاتة على الشاشة رخيصة في الصيانة. الامر دي يا جماعة امور مهمة جدا اثناء البيع واثناء الشراء واثناء الاختيار المناسب للمنتج. انا اسف للاطالة طبعا. بس حبيت ان انا دردش كده شوية معاكم. واسف للاطالة. اي استفسار سبولي في التعليقات. اه دمتم بصحة وبعافية. اي استفسار عن اي شاشة عن اي جهاز سبولي في التعليقات بنرد ان شاء الله مباشر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.